السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا نحضر بها حاجة سهلة وسريعة مش تاخد مني لوقتها خالص بربعة مكونات وانا متأكد انها تعجبت جدا ولو قدمتها كمان لديوفك هتبقى مميزة رغم وبساطتها شكرا الله وصلى على الرسول عليه افضل السلام وفي الحاجة معي معلقتين كبار من الزيت علي ومعلقتين كبار من السمنة او الزبدة قلي بيوم مع بعض ودي في نص كوبية من السكر البدرة تقدري تستخدمي زيت او سمنة بس وما تستخدميش الاثنين مع بعض بس طبعا هنضع في الكمية يعني ممكن نستخدم اربع معلقة كبار زيت وممكن نستخدم بدلهم سمنة او زبدة فزي ما تحبي بعد ما قلبناهم مع السكر هنحط بيضة ورشة من الفانيليا اختياري وزي ما قلتلك تقدري ان انتي المكونات الاساسية اللي موجودة عندنا اربعة والباقي ده مش اساسي بعد كده ضفنا نص المعلقة صغيرة من الباكينج بودر وهنحط دي شوية بشوية لغاية ما نجمع المكونات استخدمت حوالي كباية ونص من الدقيق وانتي ممكن تستخدمي اكتر او اقل اهم حاجة تتجمع عندك بالشكل ده بعد كده معايا نص معلقة صغيرة من الكاكاو والخيم وخلطها مع نص الكمية وتقدري تعملي كل الكمية فانيليا من غير ما تعملي اي حاجة كاكاو خالص عادي بعد كده بقى كوري كل الكمية اللي موجودة عند الكوار صغيرة خالص كده هنكور كل الكمية اللي بالفانيليا وكل الكمية اللي بالكاكاو ويفضل بقى في المرحلة دي بعد ما تبقاش واقف عشان رجل كوتو جاكيش بعد ما نكور كل الكمية اللي موجودة عندنا هقولك الوقتي ازاي تشتغلي عليهم على الرخامة على اي حاجة اشنديهم على معلقة زي ما انا عملت زي ما تحدي وهناخد بقى الكوار دي هناخد ست كوار دميهم على بعض كده وبما علاقة هنعمل فيهم شكل من الجنب بحيث يبقوا شكل الوردة صانية بقى مدونة زيت او عليها ورقة زدة وهنبتدي نرسطها فيها قطع وطبعا ناخد مسافات بينهم وبين بعض عشان بتفرش شوي اعملي كل الكمية بنفس الطريقة اللي انت شايفها قدامك في الفيديو بعد ما تخلصي كل الكمية دخلين فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط حوالي 7 دقائق وهيبقى جهز عندك او حسب طبيعة فرنك ودي التسوية الصحة بتاعته سهل وبسيط وسريع وكمان شكله شيء جدا لو قدمنا للضيوف بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وهوريكي واحدة بصي مقرمش ولذيذ جدا بس طبعا بيقرمش لما يبرد مش وهو صخ اتنسو اشتعمالوا لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته